بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكو في أخبار الفن مع مرور ذكرى الفنان الراحل عامر مونيب هناك مواقف لا تنسى من ذاكرة أقاربه ومنهم شقيقه جمال مونيب وهو شقيقه الأكبر وقال هناك ذكريات لا تنسى مع عامر وتحديدا بينه وبين جدتنا الراحلة ماري مونيب وقال جمال شقيق عامر كنت دايما بمارس دور الدبلوماسي في تعاملاتي معها خاصة إنها كانت جادة جدا لكن عامر كان بيدخل دايما معها فيه شجار دائم لأنه صريح واللي في قلبه على لسانه وكانت دايما بتصطحبهم إلى المسرح حيث كان بجوار المنزل ومن الزكريات التي لا تنسى إن جدته ماري مونيب هي اللي اختارت تسميته والسر في اسم عامر بيرجع إلى إنها كانت بتحب المشير الراحل عبد الحكيم عامر وكان دايما نصيب عامر إلى علاقات السخنة من جدته بسبب شاءوته ومنها إنه في أحدى المرات وأثناء تناول الأسر الطعام رفض عامر تناول شربة العدس اللي كانت محببة من ماري مونيب وكانت دايما بتصر على تواجدها باستمرار وكان الجميع بيخاف من غضبها إلى إن عامر رفض شربها وعندما أصرت ماري مونيب وحاولت أن تجبره عليها قام بدرب الطبق بإيده فتنصرت محتوياته على الجميع بما فيهم جدته فما كان منها إلى أن نهضت مسرعة وضربته علق السخنة بالعصايا وغضب عامر من جدته ورفض أكل الطعام وجلس في ركن بعيد بيبكي ورغم ذلك لم تصالحه جدته ماري ولم يوافق على أكل الطعام إلا بعد أن قامت والدته بمصالحته وأكد جمال مونيب أن مريم ابنة الفنان عامر الكبرى بتعشق الموسيقى ولديها صوت رائع بينما زوجته فنانة من نوع خاص فهي ديكورست وستيليست وأضاف جمال مونيب أنه عند اكتشاف موهبة عامر كان بيشاركه الغناء مع بعضهم وكان العندليب عبد الحليم حافظ هو مطربه المفضل وكان بيحب أيضا الفنان هاني شاكر ومن المعروف أن الفنان عامر منيب توفي بعد معاناة مع مرض السرطان عن عمر يناهز 48 عام ولم يكن يملك في الدنيا من سعادة سوى زوجته وبناته الثلاثة وقبل وفاته بعام كان بيرفض بشدة أن يقوم بالإنتاج لنفسه خاصة بعد ما تخلت عنه شركة روتانا وقال ما قلته الشهيرة وقتها لن أنفك أموال بناتي في إنتاج أغاني حتى لا أمتع نفسي وأدرك بناتي لمصير مجهول بعدي فلابد أن يكون هناك سند للبنات في حالة رحيلي وكأنه كان يشعر بأنه سيموت قريبا وكان ذلك قبل وعام من رحيله ترجمة نانسي قنقر